الله عزيزيك الله عزيزيك المعلومات والمخرجات الداخلية اللي جاتوا حسب الجينات اللي موجودة حتى لو كان أهله جدا مثل ما نقول إحنا باردين ولا يغضبون ولا شيء إلا أنه تجي ساعات لازم أنه يغضب الإنسان لكن جت المدرسة النبوية وقبلها القرآن الكريم مناهج تربي هذا الخلق فالله عز وجل جت آيات والكاظمين الغيب تحب على أنه الإنسان يغضب لكنه في أجر لما تكضم هذا الغضب جت المدرسة النبوية وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث يبين أنه الغضب وأتروه فجاء صحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول له يا رسول الله دلني على أمر دلني على شيء يدخلني الجنة ويباعدني عن النار الرسول ما قال له عليه الصلاة والسلام صل كثير نوافل صم حج لا 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 كل هذه ما قالها قالوا لا تغضب بس جاء صحابي ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أوصني النبي قال له لا تغضب أيضا ما قال له من العبادات أنه يؤدي عبادات أو نوافل كثيرة أبدا جاء صحابي آخر سؤال مختلف النبي يجيب لا تغضب اختلفت كثير من أسئلات الصحابة وكانت إجابة النبي لا تغضب هذا دليل على أن الغضب يدمر كل شيء جميل في حياتك الإنسان الذي يبدأ يدرب نفسه على عملية كيف يتعامل مع هذا السلوك أو هذا الغضب الذي يمكن أن يكون عندك سواء ممكن في بيتك ممكن ابنك مراهق ولا ابن طفل يسوي سلوك يغضبك ممكن زوجتك ويحضر الشيطان بينكم أثناء قصة معينة بعدين تغضب وغيرها من الأشياء ولا بره الآن بالشارع يعني كثير من التصرفات اللي نشوفها بره بالشارع ممكن الإنسان يغضب لكن لما نشوف البشر وتصرفاتهم المختلفة واحد سبحان الله نفس التصرف وممكن يكونون إخوان من أب وأم بينما هذا يملك نفسه عند الغضب استفاد من المدرسة القرآنية والنبوية استفاد وطبق وأخذ وعرف بينما الآخر مع الأسف هو بعيد عن هذا النهج أو يتوقع أنه هذا سلوك طبيعي أني أنا أرتاح لما أنا أفش غضبي أو أني أنا أتكلم لكن هو ما يعرف إيش نتيجة هذا الغضب إيش اللي ممكن يجيه بسبب هذا الغضب اللي رايح نتكلم فيها بعد شوي مع أبوديم عن أشياء كثيرة فإجابة أنا دره صراحة نفسي أنا أغضب من الداخل لكن أكتم ذلك الغضب قدر المستطع ولعلي أبتدأ وبعدين نفتح المجال في قصة في بيتي يوم من الأيام دخلت في الليل قفلت الباب نسيت آخذ المفتاح خليته على الباب المفتاح الداخلي زوجتي جتت أطلع لدوامها لعملها السواق ينتظرها يبوديها للمدرسة فتحتها للباب بسرعة وأنا بعيد من يلمها وخذت المفتاح حطته في شنطتها وطلعت على أنه مفتاح خلاص راحت وطلعت وقفلت الباب طبعا ومشت في واحدة من بناتي أنا أوديها في المرحلة الثانوية هالحين ما شاء الله البنت هذه خلصت الجامعة بس كنت أنا أوديها للمرحلة الثانوية اسمها ميس قالت لي أبوي يلا عشان توديني قلت يلا يلا هذا يلابس أنا جاهز أوديك لي واروح للجامعة ألحق على محاضراتي عند طلاب فاجيني أنا طلع قلت وين المفتاح أنت معك قالت لا ما أخذت مفتاح قلت أنا أحق مفتاحي على الباب كيف أوديك الآن المفاتيح السيارة والباب مقفول قالت أنا معي مفتاح أفتح لك الباب قلت لفتحتي الباب كيف نرقب السيارة أنا من فاتيحي كانت على الباب تدرين خليني أسأل أمك يمكن أمك بالخطأ أخذتهم اتصلت عليها ما ردت اتصلت مرة ثانية ما ردت جلسنا خمس دقائق ردت علينا طبعا يمكن كانت في الطابور ردت قلت أنت يوم طلعتي أخذتي المفتاح كان فيه مفتاح على الباب وشكلك قالت لا 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 ما أخذت مفاتيحك قلت لو سمح تشوفي شنطتك وبعدين يرد علي راحت شافت الشنطة بعدين أرسلت لي رسالة قالت فعلا أنا حصلت مفتاحك وأنا آسفة أنا قطب القطأ لأني من تأخرة والحين برجوه مع السواق يجيك المفتاح أنا في الأثناء هذه استطاعتي إيش أقول أقول أنت ما تشوفين أنت عميان أنت أخرتين أخرتيني عن طلابي وأخرت بنتي عن المدرسة وأتكلم بصوت مرتفع ممكن وأهاوش وأغضب بعد توفيق الله عز وجل أنا دائما أقول وش أستفيد أنا لما أغضب يعني الجهاز الهضم يش يصيبه والعصب يش رايح يصير عندي والصداع وبعدين لما أغضب بنتي حتشوفني في الغضب وأنا قدوة بكون لها في البيت وأنا أطلع في الشارع وأنا أروح بكون غضبان حالتي ممكن أسبب مشاكل أخرى فتمالكت وذكرت الله عز وجل ورديت عليها قلت هذا السلوك كلني يتصرفه والحمد لله حصل خير أنت بمدرستك طيبة والمفتاح بدم وجاي خير جاء المفتاح وطلع أنا فعلا وأنا في الطريق رايح الجامعة ترسلي رسالة زوجي وحبيبي الغالي أنا سعيدة بتصرفك سعيدة أنك يعني ما زعلت ولا تكلمت وا 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 إلى آخره تخيلوا أنا لو أنا تكلمت ولا رفعت صوتي وأنا قادر على أني أرفع الصوت وقادر عني أقول مثلا أنت ما تشوفين كل ذلك قادر أن يشوي كل مبرر يعني بضب لكن ما سويت وليش بينعكس عليها هي وطالباتها لما أنا تكلم نفسيتها هي تتعب وطالباتها يبينعكس عليها في تدريسها يبينعكس عليها أنا وأنا سوق السيارة بينعكس على الطلاب بينعكس على نفسيتي مثل ما نقول يبينتزع اليوم كله بسبب هذا التصرف اللي هو الغضب فلما أتذكر الآية واتذكر توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في عملية الغضب نهدأ إذا نحن نستطيع أن الرب يأنفسنا في قضية ترويض النفس في يعني أن نغضب صحيح لكن وين الفن في تطبيق الآية الكريمة واتباع النصائح النبوية جزاك الله خير على القصة المفيدة لي وللجميع وللمشاهدين وبيض الله وجهك وعلى طارق الغضب أنا أتذكر